روح للبعده؟ بإذنك. بإذنك. لا، أنا مش عطيكي الإذن. طيب شعايز تكمل العلقة ولا إيه؟ لا بالعادل. عايز تقول حاجة يعني؟ لا لا بس أنا مش عاوز تروحي للبعده. هتروحي ولا مش هتروحي؟ لا هروح. فأذن اللي بتخدي رأيي ليه؟ اللي بعده. شائجة صورة رامز جلال على راسي. إنه بس إنه رامز جلال ممكن عم بيستدرجني لبرنامج مقالب بس ولو معقولي نشان. نشان. أولاً إنه يقبل يكون تاجر يعني بيقبض على الراس. إنه بجيب لك ناس ويقبض على الراس. إنه تتحول هالقد. أنت إنسان لا يؤمن لك جانب. عند مصلحتك. يعني أنت مرة قلتها وهلأ أرجعت تذكرتها. الفرصة بتجي مرة. طوف الفرصة وبعدين رجع زبط الأوضاع. بتأسف إنك تكون عايش بعدك على هالنفسية. أنت إنسان وصلت وارتحت وعملت نجوميتك. أنت حر بحالك. أنا ما إلي عليك. بس بعاد عني. بعاد عني. كيف شرك عني. عمول معروف. تسلى بغيري. بيقولوا إنك أنت ما كانش الموضوع بس موضوع إنه إنت متدايق إنه هما خدعوك وطلع إنه برنامج رامس. إنه إنت كان في بالك إنك عايز تهاجم نشان لإنك بينك وبينه مشاكل. واحدها إن إنت كنت ممكن أو المفروض إنك تروح إنت اللي تبقى بدل نشان مع رامس. رد. ما بدي رد. شو بدي رد. شو بدي رد. أنا بهيدا اللي بقلب لو رحت كنت متت. كنت متت. أنا يعني أنا ما بدي أرجع لأنه حاكي في كتير صرت هيدا الموضوع. لا الجديد إن الناس بتعرفش إنك إنت كانوا قايلينك إنت اللي تكون بدل نشان. لا باعرف رامس. لا باعرف رامس. ما تعرضش عليك إنك إنت اللي تكون بدل نشان الأول. أبدا 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 أبدا. فكتب نفس من نشان. أبدا 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 أبدا. أكيد. أنا 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 أنا. خلاص. أنا صار طموحي بالحياة روح عامل آآ آآ مقدمات ببرامج آآ. طب اتلاقيته إنت ونشان من بعد الفيديو اللي إنت عملته وكت زعلان. طب انا ومتل ما هو بأسلوبه دايما بيحاول إنه بعد ما يعمل اللي عاملته بيجي هاي كيفا كذا واحد. قالت له هالمرة. كأنه ما فيش حاجة حصلت يعني. قالت له هالمرة. لا خلاص هالمرة ما فيه. هالمرة كل ما واحد بده يغلط. بين بعضنا مفروض يعرف تمن الغلط. لأنه هاي الغلطة منى غلطة مهنية هاي غلطة كانت كانت قتلتني يعني توني انت قلت في الفيديو ده انه برنامج رامز مفبرك صح؟ عرفت منين خصوصا ان انت ما حصلش معك انت فبرك لانه لما صار معي ما حلقة كاملة عملتها عن البرنامج لانه لما صار معي هيدا الشي انا طلعت عملت فيديو واتصلت ببعض الفنانين اللي كانوا رايحين معنا قلت لهم هيدا مقالب هيدا مش برنامج هيدا مقالب كذا كذا فاتفجأت ان هول فنانين رغم اني انا حكيتهم راحوا فانت وعرفت بعدين انه اللي كان طالب 20 و 30 ألف اخد 100 ألف تيقبل يروح يعني يعني عمل فيها بزدع لمن يزرق فقط عمل فيها بزدع لا 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 رامز جلال تحديدا ما عندي شي ضده أبدا اولا ما بعرفه يعني انا لحد هلأ مصر لشرف اتعرف عليه لرامز انا بعرف ناس اصدقاء مشتركين بيني وبين رامز يعني انت لو حد كان غير نشانكا لو مكلمك كان موضحها يعني لا لو ميش مكلمك انت موكلتك مع نشان بس لا 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 لو مين مكلمني مين مكلمك وخدعك يعني طبعا لاني عندي وضع صحي كان ما كنتش طلعت ما كنتش طلعت بس انت عارف العنوان اللي انت كتبه على الفيديو ده ايه افكرك به انا مش كاتب توني خليفة يفضح مش انا كاتب مش انا كاتب مش انا كاتب عميل رامز جلال اه هيدا حدا كاتب طب ما دي قناتك انت لا انا اخدت الفيديو قناة يوتيوب بداعتي انا اخدت الفيديو ونزلت ما كانش عندي يوتيوب وقتها